من الخطأ استخدام الأطفال للهاتف المحمود هذا غير صحيح نحن في عصر التكنولوجيا وهي للجميع ما بكما؟ أي قضية بحاجة إلى تواصل فعال كي نتوصل إلى حل لها لا يمكننا أن نتكلم ونستمع في نفس الوقت التواصل الفعال؟ التواصل الفعال؟ نعم التواصل الفعال وله شروط وعناصر ما هي شروطه؟ التواصل يكون بين مرسل يتكلم يقدم رسالة ومستقبل يستمع لكي يكون التواصل فعال يجب أن يتكلم المرسل بهدوء وبمستوى صوت واضح ومسموع وعلى المستقبل أن يصغي ويركز ليفهم الموضوع ويجب أن يكون موضوع الرسالة مشوق وواضح فليس ما نقوله هو المهم فقط بل أهم من ذلك أسلوبنا في قوله هذا صحيح أنا أردت أن أثبت وجهة نظري بأهمية التكنولوجيا في حياتنا لكن للتكنولوجيا أضرارا كبيرة على حياتنا كل منكم لديه رأي ورسالة يقدمها لنقدم رأينا بوضوح وهدوء ونستمع للرأي الآخر لكي نتوصل إلى حل حسنا نحن موافقون تقدمت الحياة وأصبح استخدام التكنولوجيا جزءا مهما في العمل والبيت والمجتمع هذا صحيح لكن في بعض الأحيان يتعلم الأطفال العنفة من خلال الألعاب الإلكترونية لكن ليست كل الوسائل التكنولوجية ضارة يوجد منها ما هو نافع ويمكن الاستفادة منه وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب من خلال هذه الوسائل يمكن استغلال الأطفال لذلك فهي غير جيدة بوجود قانون الجرائم الإلكترونية يمكننا أن نحمي أنفسنا كما يمكننا الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل من خلال ترشيد استخدامها لوقت ضرورة فقط هذا صحيح يا رامز لقد كنت أخاف من استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل لكن الآن توضحت الصورة لدي أحسنتم تالا ورامز لقد استخدمتم شروط التواصل الفعال وتوصلتم لحل رائع والآن سنتواصل مع صديقنا عبقر مرحبا صديقنا عبقر هل يمكنك أن تزويدنا ببعض النصائح للاستخدام الآمن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؟ مرحبا أصدقائي علينا أن نكون حذرين جدا عند استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي علينا أن نحذر من الرسائل التي تطلب معلومات شخصية وأيضا عدم تحميل برامج وألعاب غير مغروفة علينا عدم فتح الروابط المجهولة واستخدام رقم سري مكون من أرقام وحروف وعدم الترجل بإخبار الأهل أو المعلم عند التغرض للمضايقة علينا دائما أن نتعامل مع التكنولوجيا بحذر فذلك هو الاستخدام الآمن بالتكنولوجيا شكرا لك صديقنا عبقر أصدقائي لوسائل التواصل الاجتماعي حسنات ومساوئ علينا أن نستفيد منها ونحمي أنفسنا من التعرض للاستغلال من أحدها والآن حان وقت لعبات ماذا لو مع صديقنا سنجوب مرحبا أصدقائي نحن الآن بحاجة لوسيلة تواصل للوصول إلى حل للمواقف التي تواجهونها ماذا لو احتجت لاستشارة طبيب في وقت متأخر؟ أستخدم الهاتف المحمول ماذا لو أضعت الطريق ولم تعرف بأي اتجاه تذهب؟ أستخدم خدمة تحديد الموقع جي بي اس الخرائط والتنقل وأستدل على الاتجاه الصحيح ماذا لو طلبت منك المعلمة جبع معلومات حول مكان أثري في بلد غير بلدك؟ أستخدم محرك البحث الخاص بالأطفال الموثوق الذي أعطتنا إياه المعلمة لأجمع معلومات عنه ماذا لو اضطرت للغياب على المدرسة لسبب ما؟ أتواصل مع رفيقي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ليرسل إلي ما فاتني من الدروس ماذا لو شعرت بأن أحدهم يحاول استغلالك أو الضغط عليك عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي؟ أخبروا والدي أو والدتي ماذا لو أرسل إليك شخصا ما طلب صداقة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تتمكن من معرفته؟ لا أقبل طلب صداقته وأخبر أحد والدي شكرا لك يا سنجوب أصدقائي تختلف أشكال التواصل في وقتنا الحالي فمنها ما يتطلب تواصل شخصي ومنها ما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون تواصلنا فعالا من خلال حوار حضاري وتقبل الآخر أو من خلال الاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي شكرا لمتابعتكم أحبائي نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المتعة والفائدة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة